علم التعبير من العلوم العظيمة المهمة ويسميه بعضهم بعلم الأنبياء لأن الأنبياء كانوا معبرين لرؤى أممهم وذكر الله عز وجل منهم يوسف وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهكذا بقية الأنبياء والرسل وأيضا الرؤية جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فالرؤية جزء من النبوة ولهذا لما قيل الإمام مالك أيعبر الرؤى كل أحد قال أيلعب بالنبوة قال أيلعب بالنبوة الرؤية جزء من النبوة ترجمة نانسي قنقر